أنه كان يبسط الأمور كان يجي الأعراب يقول له يا رسول الله أنا ما حسوي شيء أكثر من الخمسة صلوات وأزكي وأصوم ويقول له أفلح إن صدق أفلح إن صدق وتعتبر أن برنامجك بسيط بس ليس صدحي وأنه إحنا المفروض أصلا نظهر الإسلام ونظهر تعاليمنا بشكل مبسط مبسط يفهمه الجميع هل تأثرت بالرحلة التي قمتم فيها إلى أمريكا أنت والدكتور حمزة يوسف الشيخ حمزة يوسف ومنها انطلقت فكرة إضاءات كما أردت في بعض الأسئلة التي جاءتني على تويتر خواطر لا أدري لماذا نرسل على إضاءات أتأثرت بكل التقيت فيهم حقيقة الآخر ست سنوات الواحد جلس مع ناس ما كان يحلم الحقيقة أن يجالسهم صراحة قمم التجارة التي جلستك معهم أو الإعلام الإعلام اللي الواحد لا يريد أن يأخذ من الفلوس هذه ميزة أكبر ميزة ونعمة علي في دخول الإعلام أن استطعت أن أجلس بكرسي أمام الشيخ حمزة يوسف دكتور طارق السودان الشيخ سلمان العودة وشخصيات كثيرة شخصيات كثيرة جدا لا يحضرني ذكرها من نعم الله علي أن استطعنا أن نجلس معهم واستفد كثيرا منهم شكرا لك استاذ أحمد أختم برنامج خواطر اعتذارا على تسمية خواطر أختم لك أنا ونختم الآن برنامج إضاءات وكل عام أنتم خير وأهلا وسهلا وتحياتي لاحقا ما أدبقى شيء أترككم في رعاية الله وحفظه السلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر